بغض النظر عن الكرة الاندونيسية تطورت والكرة في الشرق آسيا تطورت بشكل كبير وهذا حقيقة لكن ضمن المجموعة اللي فيها صين وستراليا وبحرين ويابان اندونيسيا هي الحلقة الأضعف وهذا هو الواقع لكن طبعا التاريخ أمس كان لصالحنا بنسبة كبيرة يعني ما شاء الله 12 مباراة انتصار وتعادلين فقط والهدف ماجد عبدالله لكن هل أمس مثل اليوم لا إذا سلمنا ان كرة القدم تطورت ولو تدريجيا في تونس في اندونيسيا والاستعانة أيضا بأصحاب الجنسية الثانية اللي يمثلوا أيضا المنطقة بالاندونيسية لكن احنا موصلنا لمرحلة الثقة في المنطقة بالحالي المنطقة بالحالي يعاني لا شك من خلال النتائج التي حدثت في التصفيات من خلال النتائج التي حدثت في آسيا وبالتالي تشعر أن الشارع السعودي قلق بآخر مباراة لنا كانت مع الأردن في المجموعة في الرياض كنا نتوقع أننا نكسب ونصدر ذلك تفاجأنا أيضا بخسارة وكانت بالنسبة لنا مقول صدمة بقدر ما هي صحتنا على أشياء كثيرة أن الناس تتطور ونحن نتراجع مباراة الغد المنطقة يقولنا نكسبها لكن في كرة القدم كل شيء متوقع وإن كنت أعول على الأرض والجمهور وحماس أيضا كثير من اللاعب نعم دكتور يعني هنا نتكلم على فريق عنده خبرة كبيرة جدا بكأس العالم السعودية وإندونيسيا ما عندها الخبرة الكبيرة أنا أصور المباراة منظر يعني أنه سهل للسعودية وبالتالي أنا أصور النقاط الثلاثة يعني يحصلوها بسهولة أتفق مع الدكتور مباراة سهلة للسعودية ومن حظ السعودية تلعب مع أندونيسيا وبعدها تلعب مع الصين برضو بادي أنت بالأسهل طبعا بادي بالأسهل مش قاية أستراليا وهذه من صالح المنتخب السعودي وعلى أرض وبين جماهيرة الفروقات كبيرة جدا بين لعبة الإندونيسيا ولعبة السعودية هناك تجانس أكثر هناك بالنسبة للسعودية هناك استقرار على المدرب المنتخب الإندونيسي أي دعشر لاعب من خارج الإندونيسيا معظمهم يلعبون في هولندا فالتجانس مفقود حتى لو كانوا لعبين يلعبون في دوريات مثل هولندا أو خارج أندونيسيا وأن من المتوقع أن يكون مباراة سهلة للسعودية إلا إذا السعودية صعبت على نفسها فقط اشتركوا في القناة